السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي ومرحبا بالجميع في قناتي نتمنى أن شاء الله تكونوا كاملة باس وبصحة جيدة إن شاء الله أعطي لكم وصفة جديدة وصفة صيفية رائعة خفيفة ضريفة بدون عجين ما راحينش تتعبوا فيها خلاص توجدوها في وقت قصير جدا تابعوا معي الفيديو حتى النهاية باش تشوفوا الوصفة كاملة أول حاجة نبدأ بها راح نوجد الحشوق تاعي هنا عندي مقلادة فيها شوية زيت عندي بصلة متوسطة الحجم قطعتها إلى قطعة صغيرة وراح نخلي البصل تاعي يتقلها يعني حتي دبال بهذه الطريقة وهنا راح نزيد لفيونداشي تاعي هنا كما دايما نقول لكم الحشو يبقى اختياري لماذا عنداش لفيونداشي تتعمل الدجاج ولا تتعمل طن يعني بالحاجة اللي تحبوها انتوما هنا راح نحرك مليح باش لفيونداشي تاعي تتفتت وما تبقاش قطعة كبيرة وراح نبدأ نزيد التوابل عندي شوية ملح شوية فلفل أسود فلفل أحمر بابريكا اللي تحب الحار تدير الحار وهنا عندي توم بودرة اللي ما عنداش توم بودرة تدير زوج سنينة التوم والثلاثة يعني تقليهم مع البصل هنا راح نخلط الخالي تاعي مليح ونخلي لفيونداشي تاعي والبصل يتقلوا شوية يعني يدبال وشوية برق وراح نزيد هنا فلفل أخضر قطعته إلى قطع صغيرة كما قاعدين تشوفوا وراح نخلطوا بهذه الطريقة ونخليهم على نار هادئة حتى لا فيونداشي تاعي يطيب والفلفل تاعي تاني يطيب ويدبال هنا شوفوا الخالي تاعي راه وجد طفيت عليه وراح نزيد جبن مبشور البنات هنا اللي ما عندها جبن مبشور ونبعد كي تبدأ تخدم الحشوة تاعي تزيد جبن قطع يعني دوكم فهمكم ونبعد هنا راح نخلي الخالي تاعي برد مليح مليح باش نبدأ نخدم به وهنا جبت لباطافيلو لباطافيلو كما تعرفها تجيب هاد الشكل جي أوراق يعني شفافة دايما نقول لكم كي تخدموا بلاباطافيلو لازمكم ترشونا كما هذي يعني تغطيوها مليح لأنها تنشوف يعني تمتم وتبسلكم وتبدأو تخدمو يعني بالورقة كما درتانا للوراقي الأخرى نخليصهم في الترشونا هنا جبت عندي شوية زبدة وشوية زيت مخلط وراح ندهن الورقة اللولة بهذا الطريقة متكتروش بزاف يعني شوية برك ونزيد الورقة الثانية وراح ندهنها بنفس الطريقة شوية برك متكتروش البنات بهذا الطريقة ونبدأو نحطو الحشو تاعنا كما قلت لكم قبيل أنا الحشو تاعي دي جافيه الفخوماج غابي اللي ما عندهش الفخوماج غابي هنا تبدأ تحط جبن القطع تاعه يعني توزعوا على الحربوش كامل هنا حطيت الحشو تاعي وراح نبدأ ندور يعني تجي كمل محنشة ولكن احنا رح نقطعوها إلى مستطيلات صغيرة وعلى البنات هنا ديروا بلعق البرك حتى تدوروا الحشو تاعكم ونبدأو نشبحو شوية يعني تزيرو شوية ونبقى ندور بهذا الطريقة حتى نكمل الورقة تاعي كاملة بعد ما كملت هنا رح نبدأو نقصو يعني القطع تاعنا الحجم يعني كما تحبو تحبو تديروهم صغار تحبو تديرو مكبار يبقى اختياري أنا ديرتهم متوسطين كمال حجم تاع البورك رح نكمل نقطع قطع تاعي كاملين هنا حطوا القطع وقيسوا يعني بالاخرى باش يجوكم متسويين وراح نكمل الحشو تاعي يعني حتى نكمل القطع تاعي كامل ونعود نوليوه هذا هو ما القطع تاعي بعد ما كملت رح نجد سني وتاعي اللي تدخل الفور اهنا دهنتها بشوية برق البنات الزيت والزبدة اللي كانت عندي شوية برق يعني ما رحينش يتلسقو لكم لانهم ديجا فيهم الزيت والزبدة ولكن احتياط يعني ديرو شوية باش ما يلسقو لكم شراح ينستفوهم بهذا الشكل يعني حاولوا تلسقوهم شوية في بعضهم باش الحشو تاعنا هذا كما يخرج على كل حاله ما راحش يخرج لانه فيه رفق ومعش غابي بعد ما ستفتوهم نجيب شوية زبدة وزيت شوية برق البنات باش يتحمر الوجه تاعهم فقط بهذا الطريقة كما قاعدين شوفو راني بنفس يعني البنسو دنتهم كامل سخد الفورتاي على درجة حرارة 180 درجة ما راحينش يطورو لكم في الطياب يعني جوستي حمرو من تحت وزيدو من فوق ويكونوا واجدين وهذا هو الشكل النهائي للبوريك تعنا أنا نسميه البوريك بلا باطافيلو يجي رائع في المطاق خفيف بزاف الحشو ببنين بزاف راح نقطع معاكم قطعة شوفو كفاش تجي وقرمشة الدرجة ما تصوروهاش يجي خفيف بزاف وأكلة صيفية رائعة نتمنى أنه الوصفة عجبتكم نتمنى أنكم تجربوها ما تنسونيش بلي لايك والتعليقات وإلى الملتقى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر